السلام عليكم ازايكو يا حباب قلبي عاملين ايه ياربو كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله نهاردة فيديو جديد هيكون فيديو لسيدة هي مغربية هنشوف كده نهاردة يعني الفيديو هيكون ماشي ازاي كمان السيدة اللي معاينا نهاردة هي سيدة حامل وكمان كانت لسه جايبة توقم يعني لسه قريب فهنشوف بقى تفاصيلها هيكون عاملة ازاي ومساعدة زوجها لها كمان في حاجات حلوة كده نهاردة في قلب الفيديو وتجديداتها كمان لشهر رمضان جايبة حاجات جديدة في قلب البيت هتشوفوها ان شاء الله النهاردة في الفيديو بتاعنا قبل ما نكمل بس الفيديو يا ريتي غالية دعمك ليا باللايك تنسوش اللايك ولو انت قوم مرة بتشوفوا القناة عندي من خلال الفيديو ده يسعدني وجودك معايا وتكوني اخت من اخواتنا وتنضم العيلتي ده اكيد يكون شرف على دماغي طبعا انك انت تشتركي في القناة وتفعل جرر الجرس كل عشان يوصلوكو كل جديد مني وطبعا بفرح بكمنتاتكو والله انا يمكن مقصرة معيكو شوية في الكومنتات بستحققوكو علي والله اول بس مغفضة بامر الله والله برد عليكم يعني بس انا مش عايزكو بس تتسبوني اهم حاجة وتحسسوني كده ان انتوا قفين في ظهري وتكتبوا لي كومنتاتكو اللي بتحفزني وتحطوا لايكاتكو وتشتركوا لو انتم يعني اول مرة بتشوفي الفيديو بتاعي ده من خلال يعني لو انت او ما بتشوفي القناة بتاعتي من خلال الفيديو ده بصوا بقى اول حاجة كده هنا بدأنا يعني بصوا فيديو نهارده يعني مليان افكار مين فينا يعني كلنا ما بيحبش التنظيم الترتيب الحاجات الجديدة كمان عايز اقولكم في عايز ارد كده على كام سؤال جايلي على المنظمات اللي بنشوفها في الفيديو بس اول حاجة كده في الفيديو زي ما انتم شفتوا السيدة هي كانت جايبة كده طبعا اول حاجة كانت بتنظفها اللي هي الغرفة بتاعت الغسيل وده كانت جايبة كده زي نظام منظمات هي بتتلزق بضاب الفيس وبتتشل عادي وبتشل وبتحط يعني علشان تقدر تحطي منها المسحوق زي ما انتم شفتوا هي بتحط المسحوق وكمان عاجبني فكرة الدرج اللي هي عاملة من تحت الغسالة او تحت المنشفة حط فيه المسحوق اللي هي بتستخدمه يعني مثلا للغسالة للمنشفة وهكذا طبعا يا حط هنا المنظم ده حطت عليه المنديل وكمان كل حاجة بتستخدمها في قلب الغرفة طيب السؤال بقى عشان ارد عليه بس لاني والله جاي لعليه كومنتات كتيرة اوي 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 اللي هو بص هيكات هنا الاول وانا بتكلم كده يعني شانا عرفكم بتعمل ايه بتعمل وحدة الوحدة دي في المطبخ طبعا هي بتيجي كده كلنا عارفين بقى ان برا بيكون الحاجات اللي هي الخشبية دي بيجي لهم جهزة يعني في كارتونة كده وهما بيبدأوا ان هما يركبوها بقى بالمسامير بتاعتها بتبقى جايب مساميرها بحداتها يعني بس فهموا بمساعدة زوجها ليها عادت تعملها عشان هتحطها في المطبخ المهم فانا بقول لكم بقى على حتة المنظمات عشان سألت عليها كتير كتير اجيب المنظمات دي منين والله العظيم انا في كل فيديو بقول ممكن بفاود فيديو بقول ممكن انتو زهقتوا مني وفي ناس كتير ازهقت مني بس في ناس جديدة بتكون داخلها في القناة وما بتكونش عارفة مثلا المنظمات دي تجيبها منين فانا قلت قبل كده المنظمات دي بتتلاقيها على موقع علي اكس بريس او على اميزون او علي بابا او على المواقع اللي على الفيسبوك ممكن مثلا فيه جروبات سوري على الفيسبوك بتبيع كل المنظمات دي بتقدر تطلبيها منها اونلاين وبتجيلك لحد البيت كمان اميزون نفس الوضع يعني بتطلبي اونلاين وبتجيلك لحد البيت ولكن هنا بقى النقطة في حتة الاسعار الاسعار بتاعتها بتختلف طبعا من كل دولة والتانية وكل محافظة والتانية طبعا ده اكيد اكيد مش هتبقى مثلا عندي في مصر هتكون بسعر مثلا والدول اللي برا هتكون بسعر تاني فاهمين قصدي ولكن هو موجود اميزون موجود في جماعة الدول وفي جميع المحافظات في حاجة تانية كمان اي كيا في يعني مثلا المنظم اللي هي بتحط فيه الحاجات اللي هي بتاعت المطبخ اللي متحت الحوض دي ده موجود في اي كيا يعني ممكن واحدة دي جي تشوفه تقولي هنا عايزة جيب زيه موجود منه في اي كيا والاكليريك ده برضو موجود منه في اي كيا ولو ما لقتهوش الاكليريك ده في اي كيا هتتلاقيه على اموزون او على اكسي بريس وبتبتدي بتتابع بس التعليمات اللي هما بيقولوا عليها وبعد كده هتخش عادي بتتسوقي في الابليكيشن كل حاجة بتبقى محطوطة وبكون مكتوب عليها السعر وبتبتدي تطلبي لحاجة او اي منتج انت حباه وبتواصله معاك وبيجبهولك لحد البيت بس هي دي الفكرة لان انا شفت كومنتات في نفس الكومنت ده كاتبين احنا كتبنا لها قبل كده كتير وهي مش بترد علينا او مش بتقول لنا والله العظيم انا برد عليكو كتير بس ممكن تكوني مش مثلا مش بتكمل الفيديو مثلا للاخر او مثلا بتكوني مثلا انا قلت وانتي مش في الفيديو ده شفتيه مثلا فعملني بس المهمة بقى هنا طبعا شفتوا تفاصيل الفيديو كله وشفتوا مثلا هي كانت بتعمل ايه هنا بقى كانت جايبة زي نظام لد كده وطبعا اللد ده فيه منه بقى اشكال كتير على شكل دوران على شكل مستطيل المهم انه هو بحجاير يعني زي ما انت شفتوا اهو لا ده بالشاحن كمان تفا ده ده حلو قوي يعني احسن من حجاره كمان وبيتحط دابل فيست كده وفيه زرار تفتحيه عشان مثلا عندك حتة في التأفيل ده المومنتيش شايفة حلو قوي حلو قوي قوي يعني بس انا لقيته هنا في دميات بس مش دوت مش المستطيل كان مدور كانوا ثلاثة كده مع بعض كانوا بثمانين جنيه التلاتة وكان معاهم رموت وكان بس مشكلة انه هو كان حجاير فانا قلت ايه طب انه لو جبته هو حجاره لو انا مثلا عايزة اشغاله جيت علي وقت مسلا وبشغاله وتلاقيته فاصل فهي دي الحاجة اللي هتداي اني طب افرد ما فيش عندي حجارة في الوقت ده ده اللي انا بسط لي ولكن هو عملي حلو جدا يعني بسوا يا طبعا شفتوا الدرفة اللي هي بتاعت الخزانة اللي انتو شفتوها دي هي ضرفة كده بسيطة حتى فيها الخزين بتاع البيت او الحاجة بتاعت المنبخ وهي صغيرة يعني مش هولوكو خزانة كبيرة بقى وحلو عملية يعني هنا الريسبشن بتاعها طبعا هي السيدة اللي معانا النهاردة هي طبعا منتقلة الى بيت جديد يعني ده بيتها الجديد طبعا هي هنا كانت بتنظف يعني برا وكانت الطبقين دول كانوا محطوطين كده ما كانوش نضافة عملتهم بالمرة علشان طبعا زي ما اقول لكم ان الريسبشن قدام قدام المطبخ على طول فبما ان كده عشان الدينية كلها تكون مضيفة عليها اخدت الريسبشن بالصفرة بالمطبخ مرة واحدة كمان عايز اقول لكم ان الصفرة اللي انتو شايفينها دي انا جبتلكو فيديو قبل كده ان هي فك يعني مش فكة وتركيب لأ يعني بصوا عارفين بتدخل في بعضها كده ممكن تبقى ترابيزة انتري ممكن تبقى ترابيزة كبيرة ممكن تبقى كنسول جبتلكو دي جديد على فكرة دي نازلة جديدة اللي يستغلل المساحات الدايقة بقى هنا ده الانتري او المكان اللي في الدفاية غيرت بس السجادة وحطت سجادة تانية كده زي ما انتو شايفين والسجادة دي برضو سجادة ايكايا هنيجي هنا لطويلت بصوا يا كاي جايبة الواحدة دي جديدة ونظامتها كده زي ما انتو شايفين من العلبة المنزيل اللي هي جابتها واخدت الطويلت بقى ايه تنظيفة كده مبارح في فيديو مبارح بسألكو بقولكو عملتوا ايه تنظيفات رمضان وكده خلصتوا التنظيفات ولا عملتوا ايه وكده في منك قال لي ان احنا خلصنا خلاص وخلصنا التنظيفات بتاعت رمضان وبيتي بقى زي الفل بتشجع منك من الفيديوهات اللي انت بتنزليها وبتخليني اقوم اعمل اللي ورايا وانظف اللي ورايا عشان استقبل رمضان حلو بجد فرحت قوي قوي لما ادخلت وقلتولي كده حسيت كده فعلا ان الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم ومش فيديوهات اي كلام وفعلا بتستفدوا منها وانا كمان شخصيا والله بستفد منها جدا جدا فاتبسطت قوي وفيه قال لي يا لا احنا لسه مخلصناش لسه احنا لسه بدقين قريب ولكن احنا عجبنا دي كرات حلوة قوي وهنبتدي ننفذها كمان في العيد وفي رمضان من نسبة للتنظيمات ففرحت اتبسطت قوي والله فربنا يا ربي يديكو الصحة وتعملوا كل نفسكو في يا رب وتخلصوا بيوتكو كده على خير يا رب الله ومأمين بصتوا بقا هو ده يعتبر نيشة صغيرة كده هي كانت لونها بني فهتغير اللون بتاعها علشان تليق على الصفرة جابت الديهان باللون الاسود عشان تبقى لايقى بسها على الترابيزة المادة العزلة اللي هي حطتها على على الازاز اللي هي الغيراء او غير احنا هنا بنسميها غيراء الدول الخارجية برا بيسموها غيراء فعلشان لو فيه اي دهان ايجا على زي ما انت شايفين على الازاز بتقدر ان هي تشيله بكل سهولة كده وميكونش الازاز ايه مع كوكو كده طبعا هي هنا بعد ما خلصته خلوس هنا بقى كانت جايبة كمان فيه ريسبشن دي حاجات جديدة بقى اللي قلتلك عليها ان هي جايبها كانت جايبة كده الابزورة والابزورة دي طالعة ترندي جدا 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 حلوة جدا هي بصت غالية شويتين يعني انا كنت سألت عليها قبل كده على جروب على الفيسبوك قالتلي بألف و تلتمت جنيه تقريبا او بألف و ربعمل جنيه مش عارفة ليه بصراحة والله هي غالية شوية كمصري مش عارفة بقى برا نظامها ايه جايبة كمان فازت الفازت الورد اللي انتو شايفينها دي او الزرع اللي انتو شايفينها دي و كمان الابزورة اللي حطاها او الفازة اللي هي حطاها على التربيزة هي بلد برضو زي ما انتو شفتو او برموت زي ما انتو شفتو كده طبعا هنا الزوج الحناين رز طبعا بيصرح اولادها و بيعتني بيوم هو كمان لان هو باباهم فرباني يخليلكم ازواجكو يا رب و يخليلكو اباهاتكو يا رب و يعيشوا كده ويعاملكو كل الحل وخلص فيديو النهاردة شوفكم الفيديو الجاي و مع السلامة